مراكز البيانات أو Data Centers هي عصب الإنترنت، فلولاها لا يمكن الحصول على أي معلومات من خلال شبكة العنكبوت الدولية. هذا التقرير يتناول ما هي مراكز البيانات وكيفية عملها. مراكز البيانات عبارة عن مجموعة من الخوادم الضخمة التي تختلف أعدادها بناءً على حاجات الشركات. على سبيل المثال، تملك جوجل مئات آلاف الخوادم في مراكز بياناتها المنتشرة في أنحاء العالم، والتي تسهل عملية الوصول إلى المعلومات عبر خدماتها المختلفة، لسيما محرك البحث. مراكز البيانات تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة على مدار الساعة، وموصولة بشبكة إنترنت فائقة السرعة. لدينا هنا أربعة بيتا بايت من وحدات التخزين، وهذه الوحدة تستخدم لتشغيل الخدمات السحابية، وتعد بمثابة مستودع للإنترنت. على سبيل المثال، بإمكان فيسبوك تخزين مليارات الصور والفيديوهات، بين يدي قرص صلب شبيه بالذي يتم استخدامه من قبل المستهلكين، سعته ثمانية تيرابايت. ولدينا خمسمائة قرص صلب، لكن شركات مثل جوجل وفيسبوك تمتلك ربما سعة تخزين من خمسة إلى عشرة إكسابايت، وكل إكسابايت يساوي ألفا بيتا بايت. أما المنشآت الخاصة بالداتا سنتر، فملئة بالتجهيزات للحفاظ على تدفق البيانات بسلاسة، من قبيل أجهزة التبريد وإطفاء الحرائق، إضافة إلى الحماية الأمية. وبالتالي، يمكن القول أن الإنترنت ليست إلا شبكة من الخوادم المجتمعة أو بعبارة أعم، مجموعة من مراكز البيانات الضخمة، مراكز لاغنا عنها للاتصال والتواصل عبر شبكة الإنترنت. حمد عنتر، سكاي نيوز عربية، لاس فيغاس.